بقولوا أنه يهوذة اللي أخذ مكان المسيح طبعاً إحنا بنعرف أنه الله مش ماكر ولا مخادع وبعدين لو الله عاوز ممكن ينقذ المسيح بأي وسيلة تانية لأنه على كل شيء قدير وحتى المسيح لما أجو يلقوا القبض عليه في بستان جتسماني كان ممكن يجيب يعني 12 ربوة من الملائكة يعني ألاف ألاف من الملائكة اللي ممكن تبيد العالم كله في لحظة في ذاك الوقت فهو مش محتاج لأي مساعدة فطبعاً عدا أنه الفكر يعني مش طبيعي أنه الواحد يفكر أنه يهوذة الخائن يكون محل يسوع المسيح أنا وانت بتتكلم افتقرت قصة صغيرة أنه كان في وإحنا في كلية اللهوت كان عندنا دكتور دانا مجموعة أبحاث ففي حد عمل بحث عن حاجة اسمها البشتة أو البسيطة دي مخطوطة من المخطوطات مخطوطة سريانية آه فالمهم هو لما عمل كان لسه جديد وراح نجل من كتاب وهو ما عرفش إيه الكتاب فلما ناقشه وعرف أنه هو يعني هو مش حتى مجدريان إيه هو اللي كتبه فجال لك حد كتب لي أنا بقول ليه القصة دي جسيس نزار النهاردة لأن الحاجات اللي موجودة النهاردة في الفكر الإسلامي منقولة عما كان يدور في شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت اللي هي معقى الإسلام فهم خدوا من غير ما يدركوا يعني زي واحد نجل حاجات فأسائت لي زي مثلا حتى اللي بيتكلموا عن إنجيل برنابا أو كده ومن غير ما يفهموه من غير ما يجروه هو بيسيء للإسلام كمان فهنا بشوف الحكاية دي لأن يعني ما فيش أكتر من إنه مفسر الإسلام واحد زي ما يمكن أنا ذكرت قبل كده الرازي هجولك حط كم إشكالية للموضوع ده لفكرة الشبه أولا حاجة من ضمن الحياة هو الرجل اللي هيموت ده على الصليب ما يصرخش يقول أنا مش أنا يعني واحد رايح يموت بلا زمد ما يصرخش يقول لا مش أنا ده واحد غيري الناس اللي بتعرف الناس اللي بتعرف المسيح وعايشين معاه ما عرفوش إنه ده مش المسيح وهم بيؤمنوا وتقلموا أم يحنى اللي كان مريم المجدلي الأقرب الناس اللي كانوا على الصليب عند الصليب بالضبط غير كده هما ليه اليهود لو هو ومش هو اللي تصلب ليه اليهود هربوا وخافوا سوري ليه التلاميذ هربوا وخافوا ليه راحوا العلية وجفلوا الأبواب بسبب الخوف من اليهود ده لأنهم عارفين إن اللي مات هو المسيح حتى إني بطرس نفسه يمكن جدام المحاكمة أنكره المسيح لكن الرازي حط إشكالية إني زي ما قلنا فكرة جالن ده بيبيد التواطر اللي هو مبني عليه الإسلام سواء القرآن أو سواء الحديث الحاجة التانية يمكن أنا ذكرت ده إني طب ما جبريل مع المسيح ما أنقذوش ليه لأنه زي ما قلنا قبل كده الحاجة اللي بعد كده تم ما كان يقدر ياخده للسماء من غير إذا كان هيرفعه ليه يعني دي حاجة من ضمن الحياة المهمة منطقيا كانش دور لكل فكرة تصل يعني هو هيرفعه تم ما كانش تصله بحد كان يجام يدور على المسيح ما لاجهوش وعلى أقل ما فيش واحد بريء يروح الحاجة التانية أني ده بيؤكد الجهل بالفكرة نفسه والجهل بالتاريخ والجهل بالكتب المقدسة القاء الشبه نفسه يعني القاء الشبه على المسيح فكرة ليها أكتر مشكلية مش بس عليه نحن مش على المسيح لأنه احنا ما عندناش الفكرة دي ده على القرآن نفسه غير كده ده بيدي تعارض مع سورة مريم لما بيقول سلام علي يوم ولدته ويوم أموته ويوم أبعثه حيا خلي بلقى جسيس نظار أن القرآن إعجازه هو اللغة البلاغة فهنا القرآن بياخد تسلسل أحداث إلا أنه مش عارف بقى الأزمنا يعني أبسط حاجة تعلمنا في العربي في أزمنا يعني مثلا يعني قصدك موت موت وقيامة أه ولادة موت قيامة وده اللي قالوا المفسرين أن المسيح مات ولد ومات وبعث حيا فهنا الآية دي وتأكد أن المسيح فعلا ولد ومات وقام غير كده جسيس نظار حاجات تانية مثلا على فكرة الوفاة بعض الناس قالوا آه توفى بس الوفاة معناها إيه ففي ناس قالوا الوفاة معناها النوم لكن مش كل الناس قالوا الوفاة معناها النوم لإني آيات قرآنية أنا هذكر بس بعضها بسرعة وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم المايدة مية وعشرين الوفاة هنا عكس الحياة ويتعني الموت الحقيقي ده المفسرين مفسرين القرآن اللي بيقول كده خلاقكم ثم يتوفاكم هنا بتتكلم عن الموت ده في النحل سبعين يتوفاكم ملاك الموت السجدة سبعة حتى يتوفهن الموت النساء 14 والله يتوفى الأنفس حين موتها الزمر 42 الأنفاء الواحد وخمسين آيات كتيرة جدا 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 جسيس نظار بتؤكد أن الموت معناه الموت نعم وطبعا الآيات اللي بتتعلق بيسوع المسيح الآية اللي بتقول فلما توفيتني كنت أنت عليهم الرقيب فهنا ده الآية دي فيها جسيس نظار حاجات حلوة جدا يعني مثلا فيها حاشتين أول حاجة أن المسيح مات وطبعا ونحن عارفين المسيح مات وقام لكن فيها تبادل للأدوار بين المسيح وبين الله المسيح كان الرقيب عندما كان حيا ولما مات المسيح أصبح الله يأخذ دور المسيح خلي بالنا ده الآية دي فيها كمان حاجة أقوى مش المسيح خذ دور الله ده الله أخذ دور المسيح وهنا بيدرب فكرة أني لما المسيح خلق خلق بإذن الله لأن هنا المسيح والله يتبادلان الأدوار يعني مش بس المسيح يأخذ دور الله لكن الله خذ دور المسيح في الآية دي فيحنا بنشوف جسيس نظار حتى أنا دايما بقول الله يتعامل ويعمل حتى من خلال أخطأنا وحتى من خلال الشر ترجمة نانسي قنقر